طالب جامعي على خلق ودين ولده من الأثرياء وذو منصب مرموق إلا أن هذا الطالب لم يخبر أحدا في الجامعة بثراء أبيه أو منصبه ليعيش بين زملائه ومع ساتذته على طبيعته وبساطته واثقا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله في أخر عام له بالجامعة تعلق قلبه بزميلة له ملتزمة فأراد أن يتقدم لها بعد انتهاء العام الدراسي خاصة بعدما عرف شعورها من ناحيته وعندما طلب منها أن تحدد موعدا مع أسرتها ليقابل والدها ويطلب يدها وجدها في حزن شديد وقالت له والدي من أغنى الناس ولا أعتقد أنه سيوافق عليك لفقرك ولكنني لن أتزوج غيرك وأعدك بهذا مهما حدث ابتسم الشاب وأخبر الفتاة بأنه سيذهب لأبيها بعد صلاة الجمعة وفي الوقت المحدد ذهب الشاب بمفرده وأبدى لوالد الفتاة رغبته في الزواج من ابنته فاستهزأ الأب به وسخر منه وقال له شاب فقير جاء بمفرده يا هذا ليس عندي فتيات للزواج اشرب قهوتك وتوكل على الله بلا رجعة ابتسم الشاب وذكر بهدوء وأدم لوالد الفتاة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وما توضع أحد لله إلا رفعه الله ثم خرج هادئا مبتسمة وفي المساء تحدث مع أبيه عن رغبته في التقدم للزواج من زميلته وذكر له اسم والدها فاتصل والده بوالد الفتاة وأخبره بأنه سيأتي إليه في مساء الغد ليطلب يد ابنته لابنه ففرح والد الفتاة كثيرا وأخبر ابنته بالخبر السعيد بالنسبة له وعندما وجد ابنته حزينة قال لها إن تم هذا الزواج ستكونين من أسعد الناس فنحن بكل ثرائنا لا نصل إلى ربع ما يمتلك هذا الرجل من منصب وجاهه وفي مساء الغد وصل الشاب مع أسرته وبعض أقاربه في موكب من أفخر السيارات ودخل الجميع البيت بينما تأخر الشاب قليلا وظل والد الفتاة وأسرته ينتظرون الزوج المنتظر وعندما شاهده والد الفتاة أصيب بالدهشة وقبل أن ينطق بكلمة قال له الشاب هذا أبي وهذه عائلتي وهذا لن يغير من الأمر شيء فأنا سأكون نفسي بنفسي ولن أعتمد على أموال أبي أو منصبه شعر والد الفتاة بإحراج شديد وقال للشاب لقد أعطيتني درسا لن أنساه أبدا وأقسم لك أنني لن أتكبر أو أتعالى على أحد بعد اليوم حاول والد الشاب أن يفهم الموضوع ولكن ابنه قال له هيا نقرأ الفاتحة وسيكون بعدها كل الخير ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا تعود رجل صالح أن يضع أول كل شهر بالمقعد الخلفي وبمؤخرة سيارته مجموعة كبيرة من العلب بها أرقى وأغلى أنواع الشوكولاتة ثم يتجه بسيارته إلى بلدة فقيرة تبعد عن بيته مسافة نصف ساعة بالسيارة وكان له جار بخيل رغم ثرائه يراقب ما يقوم به كل شهر وفي أحد المرات وأثناء تحميل الرجل الصالح العلب بالسيارة اقترب منه جاره وقال له وهو يبتسم إلى أين ستذهب بكل هذه العلب الجميلة الأنيقة؟ أرى من أغلفتها أنها من أرقى أنواع الحلوى ابتسم الرجل وعرض على جاره أن يذهب معه ليرى بنفسه أين سيذهب ولماذا؟ فوافق الجار وترك سيارته وراكب بجانبه وفي الطريق بدأ الرجل الصالح في قراءة القرآن بصوت جميل ولم يتوقف عن القراءة حتى وصل إلى البلدة التي يقصدها وطلب من جاره أن يحمل معه بعض علب الشوكولاتة ثم طرق أحد الأبواب ففتح له طفل صغير وعندما شاهده صرخ من الفرحة وقال لأمه وإخوته العم الطيب جاء بالشوكولاتة ثم طرق على باب آخر فخرجت له سيدة مسنة وعندما شاهدته أخذت تدعو له بأن يرزقه الله الصحة وأن يستر طريقه ويطعمه من ثمار الجنة كما جبر بخاطرهم استمر الرجل وجاره يوزعان العلب على بيوت البلدة بأكملها وبعد الانتهاء من التوزيع استقل الرجل الصالح سيارته وبجانبه جاره الذي سأله وهو في دهشة كبيرة لماذا هذه البلدة بالذات التي تجيء إليها وتعطيهم هذه العلب وأما كان من الأفضل أن تعطي هؤلاء الفقراء أموالا بدلا من الشوكولاتة ابتسم الرجل وقال لجاره هذه البلدة التي عشت فيها طفلا فقيرا يتيما وكان بعض أهلها رغم فقرهم يعطفون علي ويأتون لي بالحلوة التي أحبها والتي ما زال طعمها في فمي وعندما كبرت ورزقني الله من فضله أردت أن أرد لهم بعض ما يستحقون أما سؤالك الثاني فافتح حلبة وانظر ما بداخلها فتح الجار العلبة فوجد مبلغا من المال فزادت دهشته وسأله لماذا لا تعطيهم المال وفقط أو تأتي لهم بحلوة أرخص من هذه النوعية قال الرجل وهو يبتسم أنا أعطيهم المال داخل العلب حفاظا على شعورهم إذا ما أعطيتهم المال يدا بيد أما الشوكولاتة فأنا أحب هذا النوع كثيرا والله عز وجل يقول لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وظل الجار يسأل والرجل الصالح يجيب وفجأة خرجت سيارة عن مسارها وكادت أن تصطدم بسيارتهما لولا أن الرجل الصالح استطاع أن يبتعد عنها في آخر لحظة فابتسم وقال لجاره الحمد لله لقد نجان الله بفضل دعاء الطيبين أصحاب القلوب السليمة بك الجار وقال وأيضا بفضل عطفك على المساكين من الآن سأخصص مبلغا من أموالي شهريا وأوزعه على المحتاجين عسى الله أن يزيح عني وعن أسرتي ما نحن فيه من هم ومرض مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سيدة قاسية متسلطة تعمل معلمة بمدرسة حكومية عانى منها زوجها وابنها معاناة كبيرة ولكن حماتها هي من حضيت بالجزء الأكبر من قسوتها حيث تسببت في قهرها بسوء معاملتها لها حتى ماتت وهي غير راضية عنها وبعدها بأيام توفي زوجها كانت هذه السيدة تكره مديرة مدرستها لأنها كانت تعرف مدى حسدها وحقدها على كل من هو أفضل منها لذلك قررت السيدة القاسية بكل سبل غير المشروع أن تبعد مديرة المدرسة وتكون هي المديرة حتى تحقق لها ذلك بأكثر من حيلة خبيثة قامت بها وتم فصل المديرة التي ماتت قهرا بسبب الظلم الذي حل بها وبعد تعيين السيدة القاسية مديرة للمدرسة أرادت الانتقام من المعلمين والمعلمات وكل من عاتبها أو حتى نصحها بالتوبة عن ذنوبها وخضها في ذمم وأعراض الآخرين وبالفعل عاقبت الكثير من العاملين بالمدرسة حتى أصبح الجميع يدعون عليها بانتقام الله منها وقد حدث ذلك بعد أيام قليلة عندما تشاجر ابنها الشاب معها وترك لها البيت وأيضا عندما أقسمت ابنتها المتزوجة بعدم دخول بيتها بسبب إساءتها لها ولزوجها عاشت السيدة المتسلطة أياما حزينة وهي تبحث عن ابنها وعندما وجدته كتبت له البيت باسمه حتى يرضى ثم اختارت له معلمة جديدة بالمدرسة تتمتع بجمال كبير لتكون زوجة له ووافقت المعلمة وتم الزواج وبعد شهر واحد من الزواج فوجئت السيدة بسوء معاملة زوجة ابنها لها وعندما كانت تشتكي لابنها كان يقف بجانب زوجته ويهدد أمه بالطرد من البيت فقد استطاعت الزوجة بجمالها وحسن كلامها أن تأسره ولا يستطيع أن يعصي لها أمراء ولاقت الأم من ابنها وزوجته إهانات كثيرة ووصل الأمر إلى نقلها من الشقة إلى حجرة منفصرة بالحديقة وفي هذا الوقت تذكرت الأم كل من ظلمتهم وقست عليهم وقهرتهم خاصة حماتها ومديرة المدرسة فلم تجد إلا التوبة الصادقة إلى الله حيث لجأت إلى كتاب الله تقرأه قبل وبعد كل صلاة والدموع لا تنقطع من عينيها وفي أحد الأيام مرضت الأم مرضا شديدا وفوجئت بابنها وزوجته يبتسمان لها ويقومان بنقلها من حجرتها التي بالحديقة إلى أجمل حجرة بشقتها ويقومان برعايتها وتمريضها والعمل على راحتها وعندما زادت دهشة الأم من تصرف الإبن وزوجته قالت لها زوجة الإبن أولا سأذكرك بقول رسول الله من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له لقد سمعت عن ظلمك لكثير من الناس حتى أقرب الأقربين إليك لذلك أردت الانتقام منك ولكن بالأمس وأنا أمر مع زوجي جانب غرفتك سمعنا قراءتك للقرآن وتوبتك إلى الله بالدموع والصوت المنكسر ولحظتها رق قلبان إليك وشعرنا بصدق توبتك وما تعانيه من تأنيب لضميرك وكم نحن سعداء بتوبتك هذه وعندما يتم لك الشفاء أرجو أن تذهب إلى كل من ظلمتيه لتعتذر إليه وترد له حقه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ترجمة نانسي قنقر